تعالوا نرجع بقى للقصص الغريبة اللي احنا دايما بقالنا مود دايما في هذا الصباح بنشوف العالم بيرصد ايه من الاخبار الغريبة قصة بتاعت النهاردة لسيدة استرالية كسبت مليون دولار استرالي المبلغ ده بيوازي حوالي اكتر من 700 الف دولار امريكي كسبته في جايزة الينصيب لحد كده كان الخبر عادي هنعطيه ان جواز الينصيب دي موجودة في اكتر من حتة الاغرب بقى انها فازت بالجايزة دي او كسبة الينصيب بعد 20 سنة يعني فضلت طولة 20 سنة تختار نفس الرقم وتدخل سحب الينصيب وما تكسبش وكل مرة خلال 20 سنة كانت حريصة انها تركز على نفس الرقم وتخسر لحد اخر مرة ما كسبت فيها كمان هي بالمناسبة ما تبعتش السحب ولا عرفت لانها كانت يقصت انها تكسبت او قالت انها بقى لعشرين سنة بتدخل المغامرة دي وكل سنة كانت بتتوقع الفوز لكن لمدة عشرين سنة هي بتخسر فلا تبعت الجايزة ولا تبعت المكسب بالصدفة اكتشفت انها كسبت او فازت وهي طبعا بتتسوق في السوبر ماركت بعد ما كشفت على التذكرة واتضح انها اللي فازت بالجايزة الكبيرة لما سألوها ليه اختارت نفس الرقم لمدة عشرين سنة قالت ان جزها هو اللي اختار الرقم ده من سنين طويلة وقالت كمان انها مش عارفة هو ليه اختار الرقم ده ولا ايه السبب اللي خلاهم يختاروا نفس الرقم كل السنين دي لكن الموضوع ببساطة بيأكد ان السيدة الاسترالية اللي قالت انها هتشارك الجايزة دي مع اولادها وقصرتها بعد طبعا ما احتفلوا بالفوز ببساطة طبعا وبشكل كبير جدا قالت انها هتحتفل بفنجل شاي وعيش محمص انها كسبت يعني فوق سبعمائة الف دولار لكن هي اختارت اللي هي يعني تحتفل بالطرع دي شاي مش عارفة بلبن ولا لأ يا عامر احتمال يكون شاي سيدة لا اعتقد شاي سيدة عارفك اختراع الشاي بلبن اختراعنا احتمال ترجمة نانسي قنقر